نبدأ كده برضو زي ما فاروق ابتدى الكلام بالمنتخب ونتكلم ان احنا احنا في فترة التوقف الدولي ومنتخبنا اكيد عنده اختبار قوي جدا امام كمان منتخب الجزائر بكرة بإذن الله على ملعب هزة بنزايد واكيد برضو بيواصل تدريباته واستعداداته في اطار بقى هنا يعني خود الفعاليات وبطولة امم افريقيا اللي هتستضيفها الكاردفور زي ما حضراتكم عارفين مطلع يعني العام المقبل بس عايزة اكيد اقول انا وفاروق برضو ان الفترة دي ليها اهمية كبيرة جدا لكل المنتخبات الافريقية بالتحديد كمان ليها تجربة كمان اللي هي كلم قبل الاخيرة قبل الدخول في معترك بقى ان اهيات كاس الامم في هانير 2024 طبعا ومن الطبيعي من الطبيعي جدا ان احنا نلعب الفترة دي مع منتخبات من التصنيف الاول والتاني كان لازم ولابد وده اللي حصل امام منتخب تونس رغم طبعا الخسارة وقالك دي البداء الحقيقية وحتى ان كانت مباراة دي لكن تخسرت بثلاثية وفي القاهرة وعلى ارض لكن هنرجع نقول واضح انها كانت يعني مفيدة برضو لالجهاز الفني لانه لازم بصراحة يعرف كل كبيرة وكل صغيرة وكل المشاكل الموجودة عندك في القوام الاساسي والقوام الاحتياطي وانت بتتكلم كمان يوم الخميس اللي فات زي ما فاروق كان بيقول احنا لعبنا مع منتخب زامبيا وده من الفرق صاحبة التصنيف التالت والحية برضو ظهرنا بشكل يعني خليني اقوله بصراحة لأ شكل غير مرضي وغير مقبول ومش حاضر اقول جيد ومش حاضر اجامل اكتر من كده خلينا نحط كل حاجة يعني في مكانها المزبوط بصراحة احنا كان ممكن نقدم اداء افضل من كده بكتير يعني يقول له طبعا الفوز اللي كان ومش فقول في الديا الاخيرة اي في الثواني الاخيرة بادة في حمد يعني فاتحي حتى لو كان جول حلوة لكن احنا عصبنا تعبت بصراحة يعني لكن في المجمل نقدر نقول برضو ما كانش ماتش افضل حاجة ليه ما كانش افضل حاجة يا فاروق لان انت بتشوف اوقات تم انا ممكن اقدي افضل من كده يعني انت بتبقى شايف القوان بتاعك بتشوف الكوادر الموجودة بتشوف المحترفين بتوعك وفي الاخر ترجع تلاقي مش المردود ده اللي انت متوقعه على الملعب ولا كنتيجة فده اللي بيحزن بص يا نهواند يعني من النقاط اللي هال يعني صعبة شوية انت عندك لعبة كتير جدا عناصر اساسية واسماء كبيرة جدا لكن اللي احنا مش حاسينه الشكل بتاع المتخب مصر انا مش حاسيني ان فيه شكل المتخب الروح الجماعية واللاعب صحيح والروح الجماعية والشكل الجماعية للمتخب مصر هو كانت السمة الرئيسية لمصر على مدار التاريخ مصر في كافة البطولات بس يعني نقدر نقول بالنسبة لمباراة زنبيا نقدر نقول اننا ظهرنا على فترات في الشوت الاول عن طريق كرات فردية ومحاولات من تريزيجي او صلاح يعني حوالي فرصتين او ثلاثة منهم كرة رأسية لمصطفى محمد كانت بجوار القائم يعني فيما عدا ذلك ما فيش خطورة تذكر على مرمى متخب زنبيا المواجهة الجزائر بكرة مش هنقدر نقول ماتش مسهل صعب جدا المباراة اللي زي دي بتاخد الطبع الرسمي لانها مواجهة ديربي شمال فريقيا دايما مواجهة منتخب مصر امام فرق زي تونس المغرب الجزائر بيبقى ليها طابع خاص خصوصا ان المباراة دي هتشهد مشاركة النجوم الفريقين يعني منتخب الجزائر هيلعب بسكواد قوي جدا مع مدرب عنده قدرات تدريبية عايزة اقف عند الكابتن جمال بالماضي واحد من المدربين اللي عملوا تاريخ مع الكرة الجزائرية واحد من نجوم الكرة الجزائرية في فترة التسعينات ومعها جيل قوي جدا يعني من الامور المهمة جدا اللي بيشتغل عليها جمال بالماضي هي التحضير النفسي وخلق الدوافع للعاب المتخب الجزائر وده اللي كلنا لمسناه في البطولة اللي توج بيها المتخب الجزائري هنا في القاهرة طبعا عنده نجوم كبير جدا ونجوم كلنا عارفينهم اسماء كبيرة جدا ريادة محرز والمدافع المتقلب طبعا رمي بن سبعيني لعب بروسيا دورت موند الألماني ولعب الوسط اسماعيل بن ناصر النجم ميلان الإيطالي والمهاجم حسام معوار اللعب بروما ده يعني إلى جانب طبعا نجوم كتير جدا في المتخب الجزائري معروفين كلها يعني كل العبة دي معروفة بالنسبة لنا كجمهور مصري تقد أنه واندي فريق كبير فريق الجزائر والمواجهة تكون صعبة جدا